مرحبا شباب اليوم عندي خبر مهم لكل الامريكان اللي عندهم جواز سفر وديخططون يسافرون عن قريب وزارة الخارجية الامريكية اعلنت انه صار ممكن تجديد جواز سفرك اونلاين اي نعم اونلاين بدون طبع استمارة ولا ارسال شيكات بالبريد خلينا نعرف شن التفاصيل اول شي شنو يعني تجديد جواز سفرك اونلاين يعني بدل ما تطوع استمارة وتعبيها وتوديها بالبريد ويا شيك هل ستقدر تسوي كل هل شي اونلاين وهذا النظام الجديد نزل كتحديث للبرنامج التجريبي اللي بلشته وزارة الخارجية سابقا الوكالة الحكومية قالت بداية هذا الاسبوع انه راح تفتح عدد محدود من الطلبات الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت شرق امريكا واللي يسبق هو اللي يقدم يعني اذا تفكر تقدم حاليا حاول تكون من اوائل الناس بس ترى وقت المعالجة للتجديدات اونلاين ياخذ من 6 الى 8 اسابيع وهلوقت يشمل بس الفترة اللي طلبك بها بالوكالة ما يشمل وقت البريد فخلي هذا الشيء ببالك هذا النظام انطرح اول مرة بسنة 2021 بامر من الرئيس بايدن لكن بعدين اضطروا ويوقفوه سنة 2023 بسبب تراكم الطلبات والتجديدات بس هسه رجعوا وفتحوه من جديد طيب شنو الشروط اللي لازم تستوفيها حتى تجدد جوازك اونلاين شوف لازم تكون مواطن امريكي وعندك اقامة بامريكا ولازم يكون عمرك 25 سنة فما فوق والجواز اللي عندك ما ضع عليه عشر سنوات الجواز القديم لازم يكون عندك يعني ما مفقود ولا مصروق ولازم تكون ايضا ما مغير اسمك جنسك تاريخ ميلادك او مكان ولادك بالجواز الجديد ولازم تكون مقيم بولاية او اقليم امريكي انتبهوا على هاي النقطة لازم تكون مقيم بولاية او اقليم امريكي يعني باختصار اذا مستوفي كل هذه الشروط هالشي رح يسهل عليك تجديد جواز سفرك من بيتك بدون ما تتعنى وتروح للبريد او تنتظر فترة طويلة اذا عادكم اي سؤال كتبولي بالتعليقات ولا تنسون سووا اللايك حتى يصعد الفيديو وتشتركون بهذه القناة حتى توصل لكم كل الاخبار الجديدة نشوفكم في فيديوهات جائة تحياتي اخوكم امير علي وايضا للتقديم لامتحان الجنسية الامريكية